عشان موضوع العذاب القبر يعني بكلمة واحدة موضوع بده برضو حديث طويل جدا باختصار طبعا هناك من علماء العصر الآن والناس حتى صدمت انه الشيخ المتوليس شعراوي المفصل الكبير رجل العارب بالله يعني رجل صالح كان رحمة الله عليه انتهى في آخر حياته إلا انه في الشعراء بقابل وكذا مفصلة ونصدم وكان شعراوي ايه شعراوي لما قرأ وجد المسألة طب في أحاديث عشرات الأحاديث اه وصحيحا ايه القصة هنا ايه فباختصار هناك ايه طبعا من يؤمن بالطريق المعروفة دولو في عذاب وفي نعيم وكذا كل القصة هذه يعني يأخذون بها وفي ناس تنكر بالكامل لا انا من الفريق المتوسط انا مع كتاب الله كتاب الله دل ولا ما دلش دل دلالة مش قطعية تماما يعني لكن ايه ارجحية على انه الانسان حين تقبض نفسه اه نفسه مش روح سموه الله تقبض نفسه ويموت لا ينعدم بالطريقة الفيزائية والفلسفية انه خلاص دخل طور عدم ابدا يكون له فعلا وجود برزخي وبينه برزخ ويبعثون فعلا وجود برزخي ويكون له فيه نوع ادراك كادراك النائم يعني النائم يدرك ويرى مرئيات ويشم شمومات ويرى الوان ويقوم حدثك ويتحدث حتى عن طعوم ذاقة احيانا يكون انسان عطشان يشرف المنام يقوم يرتوي سبحانه شي غريب يعني اذا فيه فيه وجود هنا للنائم وجود ادراك اخر غير ادراكنا هذا الحي طيب جميل فالقرآن الكريم ذكر هذا قال في القبر الناس لا تعدم كأنها تنام كأن عالم نوم هو طيب النوم النائم ماذا يعتري تعتريه الاحلام والكوابيس والهلاوس والمراء الحسنة يبدو ان المؤمن وعلى الفكر هذا مش في القبر والله والله في الدنيا كمان والله في الدنيا بذا قضى الله بين الخلق ايموذ خلقوا ان المخاوف والاجرامة في قرني يعني لا يمكن حدثونا على القذافي بعد ما هلكوا وكذا ها جماعة قال لك كان لا ينام ليلة بطولها مستحيل ينام ساعة ساعة ونصف ويقوم ينقلوني ينقلوا على مخزن آخر تحت الأرض وإشياء ينام لساعة ينقلوني مش في الآخر ثورة قبل طيلة حياته وهي أخذ كمية مهدئات فضيع الرجل ما في الشي حكمت فعدلت ما في الكلام هذا تجرم تقتل شعبك تذبح تبقى دائما خايف ولمس صحيح طيب إنسان الآن يصلي معنا ويكون يتورط مع خمسة ستة فيديون ونضحك عليهم من هذا الديم من هذا الديك تجي يصلي بظلوا تلفت لا يفضحوني يكون أجو عند الشيخاني كذا يتكلموا عليه بعد الصلاة فضيع فطبيعي لما في المر انقضع من الدنيا وطبعا شايف ملائكة الموت وشايف كذا مش حينام مرتاحة أبدا حتيجي وهذه من الله تبقى وتعالى مش إن الدماغ يفرز عنده الله يبعط له صور من مصيره الغابر المستقبل صحيح صور صور مش عذاب حقيقي كما كنا نظن والمؤمن كذلك ليش طيب الآيات كثيرة تدل على هذه النهاية أشهرها من بعثنا من مرقدنا هذا لماذا عبروا بالرقود إذن هم لما قاموا لم يروا أنهم كانوا معدمين أو موتبا المعنى العدمي وبعدين إيه من أحيانا الآن لا من بعثنا من مرقدنا كيف لماذا عبروا عن هذه الفترة البرزخية بالرقود لأن الكوابيس والأحلام كانت تنتابهم هذا هو فقال لك نحن كنا نعمين هو شيء أشبه بالنوم القرآن الكريم عاد في عشرات الآيات قاطع أن الحساب يوم الحساب قبر ما في حساب ما الحساب الحساب قالوا هو مش عارف وعلى الغيبة والنميمة وعلى تنزه من بوله أضرب مستحيل لا لا حساب ما فيه حساب يبدأ يوم القيامة وتوفية الحساب هنا قصة طويلة لكن هذه ملخص رأيي فيها بعرفها بعرفها وأي تغفر ما بأ أنا أقول لك ما تشعمل محاضرة حساب تقول لي النار يعرضون عليها عدوا وعشية والآية جوابها فيها قال النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد عبر بالعرض والعرض هنا هو تعبير دقيق عن المرائي لأن الإنسان الذي أصلا يعرض له عرض له في نومه وسنح له العرب تقول عرض له وسنح له فهذا بالضبط فهم يعرض عليهم وعلى غيرهم ما المشكلة الآن هذه في القبر تتوفاهم عند الوفاة طبعا طبعا خروج النفس هذا ملاحظ كان لنا جار يقتل القطط البساس كان جار جار هنا يوميا نأخذ نتألم كل الحارة نتألم من هذا الرجل الجبار ماهي المجرم هذا سبحان الله نلاقي في الحارة قط قطين ثلاثة يقتل يقتل القطط لما نزع لما جاء الملائكة ليس يضربونه وكذا مكث ليالي عديدة يسمع شخيره نزعه في الشارع صوت مخيف الله العظيم عذب عذاب الرجل قبل أن يموت طبعا وشوفنا ناس صالحين أنا رأيت سيدة كبيرة كانت تصوب سبحان الله ربع السنة ولا تأكل إلا من حر مالها نزئها عفيفة ودائما متعبدة وسبحتها في يدها شيء عجيب وكنت جالسا حين احتضرت وليو قال احتضرت طبعا الملائكة احتضر والميت يحتضر أي يحتضر انتبهوا فحين احتضرت رحمة الله عليها وأنا كنت طفل عمر 11 سنة في الخامس الابتدائي وأنا تكلم فجلست هكذا وجوها أشرق سبحان الله أصبح كأصفار جميل وحدوا الله لا إله إلا الله كانت مريضة صلوا على رسول الله اللهم صلى وحدوا الله ففرحها رجل كبير قال حمده الله كذا فالأخي قال له لا قال هذه يقضت الموت قال لا ما شاء الله عليها طيب وحدوا الله لا إله إلا الله وبعدين عادت هكذا ورفحت أصبعها أشهد أن لا إله إلا الله أمامي وأشهد أن محمد عبده رسوله فقر قاش على البدن الآن كون من ذكر هذا الشيء ميتة من أجمل ثم انفرض وجوها الناس تعجبت من الجمال الذي علىها أصبح وجوها كذا انفرد وأصبح أصفر هيك على نور لا إله إلا الله ومثل هذه كثيرة حدثني رجل عن أخي قال لي أخي كان رجل من الصالحين ومات مسموما ومات قال لي بالسم قال والله قال لي يا ابني كنت متفى صغير قال لي يا ابني ندخل عليه عانم للسم أياما في اليوم أو في الساعات التي حتضر فيها يصرخ فينا انتبهوا ماذا يا فلان يقول انتبهوا لا تمشي من هنا لا تؤذوهم قال لي فعلمنا أنه في محضر ملائكة قال فنخرج فنسمعه يسلم وعليكم السلام ورحمة الله أهلا وسلم وعليكم السلام يسلمون ملائكة ثم احتضر في نفس اليوم ومات طبعا فمثل ما المؤمن يعامل بهذا الإكرام ولذلك إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتلقاه ملائكة آه شفت هذا هو في بشرة بشرة عند الموت بإذن الله والكافر وضرب أيضا وتخرج روحه فعلا خروج النفسه عفوا خروجا من أبشأ ما يكون ها بخرجه مرتاح وجل مبسوط إذا تقول لي لا بس في كفار شفناهم أو سمعنا عنهم كذا وموت نفس لم يتتحدث